تواصل مصر جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مع تواصل فتح معبر رفح البري هذا ويواصل مطار العريش الدولي استقبال شحنات المساعدات الدولية دعم للأشقاء في القطاع المحاصر المزيد يطلعنا عليها الزميل محمد عبدالصبور مراسل التلفزيون المصرية زملائي في الستيديو مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان وقع الأمر أن ملف المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة اتخذ منح جديد ربما بعد المكالمة الهاتفية الهمة التي تمت بين الرئيس الأمريكي بايدن وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بالأمس والتي أدت إلى العديد من التغيرات كان من نتيجة هذه التدعيات هو مطالبات مصرية وأممية بعدد من الأمور على صعيد الملف الإنساني وفي مقدمتها أولا تمديد ساعات العمل بمعبر كرم أبو سالم إلى ثلاث ساعات ليكون من السبعة صباحا وحتى السادسة مساء ضرورة الموافقة على عمل المخابس داخل قطاع غزة وتزويد هذه المخابس بالوقود أيضا ضرورة الموافقة على تفعيل خط مياه ناحي العز شمال قطاع غزة وإصلاح البنية التحتية لمواصير المياه داخل قطاع غزة نفسه وأيضا مطالبة مصر والأمم المتحدة بزيادة عدد الشاحنات التي تدخل إلى معبر كرم أبو سالم لتصبح ثلاثمائة شاحنة بالإضافة إلى مائة شاحنة من منفذ العوجة أيضا بالإضافة طبعا إلى فتح معبر إيرز بيت حنون في شمال قطاع غزة وميناء أسدود الإسرائيلي على سحل البحر المتوسط وذلك من أجل زيادة وطيرة المساعدات الإنسانية والدخول بهذه المساعدات مباشرة إلى شمال قطاع غزة ربما هذا يخفف العب على معبر رفح وبالتالي يكون معبر رفح البري سيخصص إلى المساعدات في منطقة جنوب قطاع غزة هذا على مستوى تدعيات المحادثة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي وبين الرئيس الوزراء الإسرائيلي أما فيما يخص معبر رفح اليوم واليوم طبعا يوم جمعة نصف عمل مرة ما يقرب من 75 شاحنة من منفذ كارم أبو سالم بالإضافة إلى 45 شاحنة من منفذ العوجة بالإضافة إلى مرور أربع شاحنات للغاز وسلاسة للسلار بالتزامن مع هذا بناء العريش البحري استقبل سفينة إماراتية محملة بثلاثة ألاف طن من المساعدات الإنسانية والغزائية والدوائية سيتم تفرغها وتسليمها للهلال أحمر المصري لتسليمها إلى الهلال أحمر الفلسطيني وأيضا حتى يتم إمداد المستشفى البحري الإماراتي العائم داخل الميناء بكافة المستلزمات إليكم زملاء فلسطيني